أهلاً وسهلاً بحضراتكم النهاردة حنتكلم حول الأزمة العالمية أيضاً التي ضربت اقتصاد زي الاقتصاد التركي من قرابة أسبوعين انهارت الليرة التركية وأصبحت دولار بيساوي 7 ليرة وربع طبعاً ده أكبر انهيار للليرة على الإطلاق الحكومة التركية قالت فيه بنوك بتتلعب في العملة داخل الدولة والحكومة التركية حضرت التعامل على الثلاث بنوك دولة السؤال دلوقتي هل اقتصاد التركي يستطيع انه يواجه الصدمات دي؟ تركيا عدت سكانها تقريباً في حدود 80 مليون نسمة تركيا هي من أكبر الدول العشرين في العالم في الإنتاج تركيا في المجموعة العشرين ترتبها رقم 19 في حجم الناتج المحلي تركيا بتنتج تقريباً في حدود 2.3 من 10 تريليون دولار الاقتصاد التركي الاقتصاد متنوع انتجوا غزل ونسيج عندهم اكتفاء ذاتي من الغذاء بيخش له 30 مليون سايح بيدخل للبلد 30 مليار دولار الاقتصادي التركي متنوع جداً للغاية عنده اقتصاد زراعي عنده مناجم عنده زراعات عنده صناعة لكن اللي حدث في القرونة وقف او قلل الصادرات بالنسبة لتركيا لما قالت الصادرات التركية بطبيعة الحل قلل ايراد اللي داخل للحكومة من الدولار الحكومة التركية خدت سياسة كانت في غاية الروعة انها خفضت سعر الفايدة من 24% لحد ما وصلت سعر الفايدة ل8% عشان تشجع الاقتصاد الحكومة التركية ضخط كمية اموال ضخمة جداً في السوق عشان تحافظ على الليرة التركية الحكومة التركية ايضاً انخفض لاحتياط من النقد الاجنابي عندها من الدولار حكومة التركية طلبت من الحكومة الامريكية انها تقطيها قروض عشان تستطيع انها تدفع المدفوعات بتاعتها لكن السؤال الآن هل الحكومة التركية تستطيع انها ترجع مرة اخرى اللي راتنجح مرة تانية وترجع ترتفع مرة اخرى نعم طبعاً ليه؟ ليه النموذج التركي غير النموذج اللبناني او غير النموذج السوري لانه عنده قدرة في الصادرات الصادرات التركية بمية وتمانين مليار دولار صادرات بلد زي مصر خمسة وعشرين مليار دولار فلما تكون عندك قدرة في الصادرات فيبقى عندك قدرة في الدخل اكبر مشكلة يقابلها الاقتصاد التركي اللي هي المديونية الخارجية للشركات المديونية الخارجية بس اللي هتندفع خلال السنة دي لحد السنة الجاية واحد وسبعين مليار دولار فده مبلغ ضخم جداً علشان كده اللي اقتصاد التركي عايز يعجل مرة اخرى بالعودة انه يقف على رجليه ناس كتيرة جداً بتسألني هل نحول الدولار اللي معايا الليرة تركية طبعاً ده مش قرار صح اذا انت معاك الدولار احتفظ بدولارك علشان لا تكبد بخسائر بمجرد ما كورونا ازمتها تعدي هتفاجأ مرة اخرى ان الليرة التركية تبدأ تتعافى وتتحسن لان الصادرات حتزيد لان السياحة حتزيد في ايبقى الاوضاع بتاعت الدول كلها في المنطقة ارتبطت ارتباط كبير جداً وتأثرت تأثير كبير جداً بالازمة بتاع كورونا اللي اثرت على عوائد السياحة على عوائد الصادرات على عوائد الانتاج لان كتير جداً من الناس قعدت من غير شغل في الفترة اللي فاتت ده تحليل بسيط جداً لما حدث في تركيا في الاونة الاخيرة عشان تساعدك تاخد قرارك الاقتصادي استثمر اشتري ليرة اشتري دولار اشتري ارض اشتري عقارات ده مهم جداً لنا في معرفتنا في الاقتصاد التركي ان شاء الله نشوفكم في حلقة مقبلة وكل عام وانتم بخير لا تنسى ان تشترك بالقناة وان تفعل زر الجرس حتى اتيك كل جديد اشتري 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 اشتري